شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة السامنة عشر لقادة مجموعة العشرين كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على همشي أعمال قمة مجموعة العشرين وأجرى عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين جي توانتي والتي تعقد بمدينة نيو ديلهي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندين وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين تعزيزا للجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ حيث ألقى سيادته كلمة تطرقت إلى الإشادة بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين وكذا استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتغزين الحبوب وإسهام القمة في تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة من خلال تجهين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالسيد شارلي ميشال رئيس المجلس الأوروبي وذلك على هامش نعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع السيد أرسولا فاندرلين الرئيسة المفوضية الأوروبية كما تفقد سيادته القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة بالقمة كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بنيو دالهي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغارة والتي شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين ترجمة نانسي قنقر